أولا هو طبعا واضح جدا حاجتين واضح هي مسألة الشغف المزهل جدا بتوع الست سنين الرئيسيات لو صح التعبير فيه تكوينك كممثل فيه ما بعد ذلك واضح قوي ان انت دخلت المعهد مش رحلة البحث عن الشهرة والنجومية والأموال انت داخل حاجة بتموت فيها وواضح دايما في نطق اللغة العربية بتاعنا ضال انه انت كمان مش يعني هو طبعا أصدقائنا خرجين المعهد بيبانوا انه دول دارسين عربي مظبوط جدا عبدانية بتاعتهم بتبقى باينة الى آخره بخلاف الناس اللي بتبقى حتى وهم رائعين ودخلوا للمهنة بس بعيدا عن المعهد لا فيه اختلاف هو كمان لسانك واخد على العربي الفصيح فده معناه انه دافع منقول اعدادي انت دايس في الموضوع وهنا يجي سؤال انت ما شغلتش بالك على الاطلاق زي ما انا كنت بقول اظن ذلك وهو واضح بمسألة النجومية البطولات الاموال المش عارف ايه فالله حصل انك حصط هذه النجومية بامتياز الله يخليك يعني بس فعلا يعني كلام حضرتك صادق مية في المية لانه انا حتى لما دخلت المعهد ودرست اربع سنين تقريبا ما اشتغلتش خالص في اسناء الدراسة تقريبا يعني يعني بنسبة تسعة وتسعين تسعين من عشرة ما اشتغلتش خالص والحمد لله طلعت من الاوائل في المعهد ثم بعدك من على حتى على مستوى الاكاديمية وبعد ما اتخرجت بقى انت عارف الخريج بيبقى بقى ايه يعني ايه ايه دي على رأي محمد سعد يدب ايده في الحطة تطلع ناحية تانية مركز الشباب ده يعني عارف السكة دي للأسف ما كانش فيه اي تفصيلة ينفع الواحد بقى يعبر بيها عن نفسه او يعرف يوصل بيها بشكل او باخر فعدت فترة من السنين بعد ما اتخرجت يعني كانت 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 حالة صعبة كانت حالة صعبة لانه فيه طاقة او فيه طاقة ومحبوسة بقى يعني ايه ما اتشعرف تعمل ايه يعني اتمسع عن نفسك تعمل ايه يعني فالى ان ظهر في حياتي بصراحة يعني شخصية من الشخصيات وكني لها كل الاحترام والتبجيل والتقدير والمحبة واخويا الكبير والاستاذ خالق جلال اه اه يعني انا الشهادة لله انا بحبه اه الرجل ده يعني هو طبعا هو مخرج عبقري من المخرجين المصرحيين العظام في مصر يعني ولنا نفتخر به وفي نفس الوقت هو نقدر نقول عليه صانع نجوم او صانع ممثلين صح انا ليه الشرف ان انا انتمي لاكاديمية الفنون وليه الشرف ان انا انتمي للمعهد العالم المصرحية واخد هذه الشهادة وشرف كبير ليه بكل الاسادزة الكبار والدكاترة الكبار اللي علموني لكن كانت تجربة استاذ خالق جلال كانت تجربة متفردة شوية وجديدة من نوعها وهي فكرة ان احنا لما كنا بنتخرج ما كانت شيء فيه مصارات واضحة ما بين الماركت وما بين الناس اللي اتخرجت ما فيش مصارات واضحة يعني كلها محاولات فردية يعني انا متعرف على يوسف فيوسف عارف مخرج فما تيجي اندل تقعد فيتعرف فيداخد دور ما تاخدش دور انت هو دورك انت هو حظك لكن الفكرة اللي كان عاملة استاذ خالق جلال في استوديو مركز الابداع هو الى الان قائم يا رب صراحة واعتقد انه كتير من الوسط الفني دلوقتي الشباب هم مخرجين مركز الابداع كتهية دي بالنسبة لي او هو ده حتى كان فكرة المشروع الاساسية او هدف المشروع الاساسي هو اللينك ما بين الطاقات بتاعة الشباب التمثيلية دي والماركت الماركت كماركت منتجين وممثلين ونجوم وصناع يجوا يتفرجوا على الطاقات دي باشكال معينة بتفاصيل معينة فياخدوهم للماركت فيعرضوهم لسوء وده حصل معايا بقى او مع غيري من خلال مركز الابداع يمكن بعد ما تخرجت باربع سنين دخلت مركز الابداع قعدت فيه تلت سنين دراسة تانية خالص يعني بشكل مختلف تماما يعني فكرة اعداد الممثل الشامل اللي عنده القدرة انه يغني ويرقص ويتحرك ويمثل ويقول لغة عربية ويقول ويدحك بالعامية ويعمل كل الحاجات دي كان من خلال الورشة دي ومن هناك برضو لن انسى فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى استاذ شريف عرفة بقى انه يعني شافني عند استاذ خالق جلال واستاذ صندرا نشأة طبعا اول حد خدني في ملاك اسكندرية بس استاذ شريف عرفة يعني ايه رمى علي الهلب جامد يعني كان اعجب بيا وانا بعمل كنت المسرحية المسرحيات اللي عملتها عند استاذ خالق جلال فخدني من ايدي ام حطيني في تامر وشوئية في حالة سقة كده الودة كويس يعني الودة كويس وكنت لافت في تامر وشوئية بشكل غريب ايه وبعدها جزيرة ثم بعدها كانت لحظات حرجة وبدأت بقى الفكرة بتاعة شهادة ميلاد انه فيه بني ادم فيه شخص فيه حد بيعرف يقول الكلمتين قدام الكاميرا وهو العبد لله يعني اشتركوا في القناة